موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم مشاهدين الأكارم وهذه أزكى وأنمى وأطيب التحاية نوجهها إليكم أينما كنتم عبر أثير قناة الكوثر تقبل الله أعمالكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الإسلام نلتقي وإياكم في فسحة من الخير والحب على مائدة العلم والمعرفة في شهر الضيافة الإلهية فيه تحيا القلوب وترتقي الأرواح لتتعلق بقدس المعبود وتعيش لذة القرب وسعادة الوصل وجمال الحب وبهاء النظر وترجو الوصول إلى مقام الرضا وجنة اليقين ورضوان من الله أكبر مشاهدين الأحبة في الثلث الأول من هذه الحلقة نستكمل وإياكم معرفة المزيد من أسرار مدرسة الصوم العظيمة وكيف يتدرج الصائم على مدارج الكمال الروحي في هذا الشهر الفضيل وفي القسم الثاني من الحلقة نجيب على أسئلتكم الفقهية والدينية التي تردنا عبر الهاتف وعبر حساب الواتس أب ووسائل التواصل الاجتماعي ولهذه الغاية يسعدنا أن نستضيف عبر سكايب أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أسد محمد قصير أعزائنا هذا فاصل ونواصل فبقوا معنا للتواصل مع برنامج فقه الإسلام يمكنكم إرسال مشاركاتكم النصية والصوتية والفيديوية من خلال برنامج الواتس أب على الأرقام التالية كذلك يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الهواتف إضافة إلى ذلك بإمكانكم التواصل المباشر مع موقع قناة الكوثر الفضائية على الرابط www.elkothertv.com أهلا بكم مشاهدين الأكارم تقبل الله أعمالكم في هذا الشهر الفضيل اسمحوا لي أن أستقبل ضيف الحلقة سمحت الشيخ أسد محمد قصير أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سمحت الشيخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتقبل الله أعمالكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتقبل الله أعمالكم وتحياتي لكم ولجميع مشاهدي قناة الكوثر أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ في بالأمس أخذتنا إلى واحة الأسرار دائما الأسرار تجذب الإنسان وتثير الفضول عنده وغريزة الاستكشاف والصوم له ظاهر وله باطن وأسرار السوم عظيمة بالأمس كشفتم بعضا من هذه الأسرار واليوم ستأخذنا أكثر وأكثر إلى بحر الأسرار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجد نعم الصوم هو عبادة ولكن عالم كبير واسع في الصوم الأسرار والآداب بالإضافة إلى الظائل إلى الظاهر وهو الأحكام الشرعية والفقهيات ونحن نتعلم هذه الأسرار والآداب وكل ما عندنا هو لابد لنا أن نأخذه من أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين من محمد وآله الطيبين الطاهرين هم الذين أدركوا هذه الأسرار وإن كشفت قلوبهم لها فعرفوها وعلمون إياها فنحن نتعلم منهم وهم الذين دلون عليها وكما ذكرت للصوم أسرار عظيمة معنوية وأثار روحية لا يمكن أن نتكلم عنها بهذه الضقائق المحدودة أو الساعات المحدودة ولكن إذا أردت أن نتكلم عن أهم وأعظم أسرار الصوم بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا هو أن الصوم غايته الأسمة هو لقاء الله عز وجل فرحة الصائم عند إفطاره هو لقاء الله وكذلك أيضا بينا أن الصوم له فائدة روحية عظيمة جدا وهو اليقين يفتح قلب الإنسان نحو الحقائق فيتيقن ويملك عين اليقين تنكشف له الحقائق الغيبية وكذلك أيضا من أسرار الصوم هو أن الصوم يحلق بروح الإنسان إلى مقام عظيم وشامخ وهو مقام الرضا يعني يصل إلى مقام هذا المقام هو أنه يكون من الذين يرضون بما كتب الله عز وجل لهم وبما يصيبهم وهذا المقام الذي أشارت إليه الروايات بل الآيات القرآنية هو من أعلى المقامات الروحية ولكن قبل أن أبين هذا المقام العظيم اسمح لي أن أعود إلى كيف نصل إلى هذا المقام أو ما الذي يؤدي بروح الإنسان يؤدي بها إلى هذا المقام الروحي الشامخ مرة أخرى أذكر بأنه بأن جوهر الصوم حقيقة الصوم أو أن العامل الأساسي العنصر الأساسي في الصوم الذي يفتح لنا كل هذه الأفواق الروحية هو الجوع والعطش الناس تتصور أن الجوع أو العطش هو أمر سلبي أو أمر قد يؤدي أحيانا إلى ضرر بالإنسان ولكن الجوع والعطش له فوائد روحية عظيمة جدا طبعا نحن لا نريد للإنسان أن يتضرر بدنيا وجسميا والصوم الذي فيه ضرر على الجسم أو البدن من الصوم الباطل هو جوع وعطش مؤقت سمعت شيخ هو مؤقت إنه محدود منظم منظم جوع وعطش منظم من أجنى وليس الجوع والعطش الممتد الذي يكون على حساب بدن الإنسان وعلى حساب صحة الإنسان بل عكس صوم متصح الصوم هو فيه مصحة للبدن ولكن الجوع والعطش الذي كما ذكرت هذا الجوع والعطش فيه فوائد روحية عظيمة جدا وعلماء الأخلاق تكلموا عن هذا العمر بالتفصيل ومن أهم الوصايا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنه ينبغي للإنسان أن لا يأكل حتى يجوع يشعر بالجوع فيأكل وإذا أكل أيضا أن لا يأكل بحيث أن يختفي الجوع من نفسه لابد دائما أن يستشعر الجوع هذا الجوع بغض النظر عن درجته له فوائد عظيمة جدا فإذا إذا أكلت فلا تشبع وإذا ولا تأكل حتى تجوع هذه وصية من وصايا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لعنوان البصري أعطى خطة روحية كاملة هذه من الخطة الروحية من خطة الطريق بأنه لا تأكل حتى تجوع وإذا أكلت فلا تشبع لماذا لأن الجوع هو باب عظيم لفوائد روحية لا نحصل عليها إلا من خلال الجوع من هنا أنا ذكرت أن الصوم هو عبادة لها خصائص الصوم له خصائص روحية لا نجدها حتى في الصلاة ولا في الحج ولا حتى في ذكر الله عز وجل وهذه الخصائص سرها هو الجوع والعطش مرة أخرى الجوع والعطش المنظمة ضمن حدوده الشرعية فمن هنا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش جهاد النفس هذا هو الجهاد الأكبر عندما رجع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قال لهم النبي بعد أديتم الجهاد الأصغر جهاد السلاح وبقي عليكم الجهاد الأكبر ما هو الجهاد الأكبر هو جهاد النفس من أهم الوسائل لجهاد النفس تستعملها كأداة جهادية لنفسك نفس الأمار بالسوء جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش فإن الأجر في ذلك كأجر المجاهد في سبيل الله وإنه ليس من عمل أحب إلى الله عز وجل من الجوع والعطش الجوع والعطش عبادة من أفضل الأعمال من أحب الأعمال لماذا؟ لأنه الجوع والعطش يحلق بالروح نحو كما ذكرت بالأمس يحلق بها يفتح القلب نحو اليقين كانوا بآياتنا يوقنون وكذلك أيضا الجوع والعطش يأخذ بنا إلى مقام الرضا أيضا مقام عظيم جدا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضلكم عند الله منزلة يوم القيامة أطولكم جوعا أطولكم جوعا وتفكرا في الله عز وجل يعني بجناحين بجناح الجوع والجناح الآخر هو تفكر في العبادة ولا شك أن التفكر بالعبادة هو من أعظم العبادات طيب سمحت شيخ حتى أنا أفسر شيئا للسادة المشاهدين تقصدون الجوع المقصود يعني أنا أقرر أن أجوع وليس الجوع الاضطراري الذي يأتي بسبب فقد الطعام أو بسبب المجاعة العامة أو بسبب الحروب حتى نوضح أنه أنا أخذت قرارا بأن أجوع وأن أعتش قربة الله لحتى ألتم سادي الفوائد تفضل هنا يعني نقطة مهمة جدا الجوع بشكل عام له فوائد روحية سواء جعت قربة إلى الله أو جعت وليس ولا تريد أن تتقرب إلى الله من هنا الآن الجوع هي من أهم الرياضات الروحية عند بعض المدارس التي تتبنى الرياضة الروحية فيطلبون منك أن تجوع أيام هذا الجوع الذي يمتد إلى مدة معينة يخلق في الإنسان يخلق فيه قوة روحية ولكن الفوائد الروحية التي نبحث نحن عنها في الإسلام التي هي كما ذكرت اليقين مقام الرضا المعرفة الحكمة هذه كلها من موارث الصوم هذه لا تحصل إلا إذا كان الجوع قربة إلى الله عزي وشبه وهنا أنت أخذتني إلى قصة جميلة جدا عن أئمة أهل البيت عليه الصلاة والسلام بأن كان هناك كاهن نصراني كبير وكان عندما يدخل عليه شخص قبل أن يدخل يعني قبل أن يدخل البيت كان يصيح ادخل يا فلان يعني كان يرى من وراء الحجم ادخل يا فلان يتعجب الناس كان أيضا يقول للناس أخفوا في كفكم أخفوا شيئا فيخفونه فيخبرهم عن ما أخفوه وهو طبعا لم يكن له علم به فهذه القضية صار لها ضجة كبيرة بين الناس وحتى أن هناك من دخل بالنصرانية بسبب هذه القضية فوصل الخبر إلى الإمام عليه الصلاة والسلام فجاء إليه قبل أن يدخل قال ادخل يا فلان نادى الإمام باسمه دخل إليه قال له أيضا قال للإمام أخفي شيئا بيدك أخفاه أيضا أخبره عن ما أخفاه قال له الإمام طبعا الإمام يعلم ولكن من باب السؤال قال له ماذا تعمل حتى وصلت إلى هذه الملكات الروحية قال له أنا أجوع نفسي أحارب نفسي أجاهد نفسي كلما نفسي أرادت الطعام والشراب لا أعطيها يعني يكسر نفسه يحارب نفسه فوصلت إلى هذه الملكات الروحية يعني صار عنده علم الغيب ولكن بدرجة معينة يعني يعرف الغيبيات الغيبيات القريبة فقال له الإمام أعرض على نفسك الإسلام نعم هو نصراني نعم نفسه لا تريد الإسلام نفسه لا تريد الإسلام نعم لا تريد الإسلام فهنا بعد قبل الإسلام على أساس من باب المخالفة طبعا بعد ما تكلم معه الإمام وأوضح له هذه الأمور اعتقد بالإسلام فقبل بالإسلام بعد ذلك الإمام اختبره قال له ماذا في يدي لم يتمكن من معرفات ما في يد الإمام فقد هذه الملكة الروحية فتعجب قال للإمام أنا قبل الإسلام كان عندي هذه الملكة طيب لماذا خسرتها بعد أن دخلت في الإسلام وخلفت نفسي أيضا فقال له الإمام لأنك خلفت نفسك قربة إلى الله فالله عز وجل يجعل لك ثوابا على هذا العمل وهذا الثواب هو في الآخرة وبالتالي فقد هذه الملكة الروحية فإذن نحن نريد من النعم نريد من الصائم أن يجوع قربة إلى الله ونريد من الجوع كرياضة روحية قربة إلى الله هذه الرياضة أو هذا الجوع هو الذي يفتح أمامك عفاق روحية المقامات الحكمة والمعرفة واليقين والرضا وحب الله عز وجل ولقاء الله عز وجل لأن الجوع قربة إلى الله عز وجل من هنا أيضا قال الرسول صلى الله عليه وآله سلم لأحد الصحابة إن استطعت أن يأتيك ملك الموت وبطنك جائع وأيضا وأنت ضمآن فافعل فإنك تدرك بذلك أشرف المنازل راح منازل نعم وتحل مع النبيين وتفرح بقدوم روحك الملائكة ويصلي عليك الجبار الله عز وجل يصلي على الجائع الذي يموت وهو جائع بطنه خالية أيضا في الحديث الشريف أجيع أكبادكم من الطعام والشراب وأعر أسادكم لعل لاحظوا هذه النتيجة الروحية العظيمة جدا التي هي غاية آمال العارفين أجيع أكبادكم وأعر أسادكم لعل قلوبكم طر الله عز وجل كيف أعبد ربا لم أره لو كشف لي الغطاء مزد يقينا هذا جوع علي جوع علي عليه الصلاة والسلام كيف أعبد ربا لا أره يراه طبعا طراه القلوب هذه الرؤية القلبية فعلي عليه الصلاة والسلام وصل بجوعه وعطشه كعلي الأكبر عليه الصلاة عليه السلام في معركة كربلاء جاع وأخذ به الجوع والعطش إلى درجة أنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه كأسا قبل أن ينتقل إلى عالم الشهادة لأنه نادى نادى أباه الحسين عليه الصلاة والسلام بأن الرسول الأسقاني كأسا لا أضمأ بعضه أبدا ما هو هذا الكأس هذا طبعا لا يمكن حديث عنه فإذا أيضا من هنا كان ميراث الجوعي ميراث قلة الطعام والشراب كما ذكرنا بالأمس الحديث ما ميراث الجوعي ما ميراث قلة الطعام والشراب إنها طورث الحكمة وهي طورث المعرفة وتورث المعرفة اليقين فإذا استيقنا العبد لا يبادل لا يبال كانوا بآياتنا يقنون كيف أصبح بعصر أو بيصر فهذا مقام الراضي هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله في هذا الحديث حديث المعراج فحين إذن يصل إلى مقام الرضا ومقام الرضا مقام عظيم جدا له أيضا فوائد وله آثار روحية لا يسعى المجال الحديث عنها وانتهى سمحت شيخ هل يمكن أيضا أن نصور هكذا أيضا أن الجوع أيضا هو تمرين رياضي يعني يتمرن الإنسان على الجوع وبالتدريج أثناء السنة يتمرن حتى إذا جاء شهر رمضان يجد نفسه في أرفع الرتب في تمرينه على الجوع وأيضا العطش حتى نقرب الصورة أكثر للشباب هم أيضا يتمرنون على الجوع عندما يريدون التنحيف تنحيف الجسد مثلا من السمنة تفضل كما ذكرت الجوع بشكل عام له فوائد فوائد صحية له فوائد روحية أيضا يمكن من خلال الجوع أن يحصل على ملكات قد يحصل عليها حتى الذي يجوع ولم يكن جوعه قربة إلى الله عز وجل الآن هناك من يمارس رياضة روحية من خلال الجوع كما أشرت في هذه القصة المعروفة من خلال الجوع قد يصل على ملكات يعني ملكات نعبر عنها نحن ملكات روحية ولكن الشاب يبحث عن مقام الرضا يبحث عن مقام القرب الإلهي هذه المقامات وهذه المنازل منازل الرضا وحب الله عز وجل لقاء الله المعرفة الحكمة هذه المنازل لا يصل إليها إلا إذا كان جوعه قربة إلى الله كما ذكرت أيضا في قصة هذا الشاب المحمدي العرفاني الذي قال له رسول الله بأنه بأنه لكل لكل يقين حقيقة الوصل بجوعه وعطشه وصل إلى مرتبة اليقين فما هي حقيقة يقينك فقال إن يقيني يا رسول الله الذي أحزنني وأصر ليلي وأضمى جوائري فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها حتى لاحظوا هذه الفائدة الروحية التي وصل إليها مرتبة اليقين حتى كأني أنظر إلى عرش ربي نعم نريه ملكوت يعني ينظر إلى عالم الملكوت وقد نصب للحساب وحشر للخلائق لذلك يعني يرى يوم القيامة هو في الدنيا ولكن بقلبه يرى يوم القيامة ويرى الجنة كيف أنهم أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون على الأرائق متكئون وكأني أنظر إلى النار يعني يرى النار والجنة أمامه وهذه الفوائد وهذه المنازل الروحية لا يصل إليها الشاب إلا من خلال أن يكون الجوع قربة إلى الله نعم وأن يكون منظم بهذا منظم شرعيا الرياضة الروحية لابد أن تكون وفق الطريقة كما يعبر أهل المعرفة نحن ما عندنا حقيقة إلا من خلال الطريقة الطريقة هي أن يتعبد بالجوع أن يتعبد بالأحكام الشرعية بالصوم أن يصوم شهر رمضان وأن يصوم هذه الأيام المستحبة فإذن الذي يأخذ بالشاب إلى الحقيقة أن يكون من خلال الطريقة الطريقة يعني هو الحلال والحرام والآداب والأحكام هذه الرسالة التي جاء الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله جزاكم الله خير الجزاء سمحت شيخ عزنا هذا فاصل ونواصل فبقوا معنا محمد صلى الله عليه وآله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدين الأكارم من جديد وإليكم سمحت شيخ أسد محمد قصير مجموعة كبيرة من الأسئلة الفقهية والدينية وردتنا ولكن لفتني هذا السؤال شخص كل سنة كل سنة يفطر عمدا ويقول أنا لا أستطيع أن أتحمل الجوع والعطش ويدفع ما يسمى بالكفار العمدية كفارة الإفطار فيقدم مثلا عن 30 يوما يعني الكفار الكبيرة هل هذا عمله صحيح والهذا يبرر له بالرغم أنه يبقى الصوم في ذمته يعني تفضل أنا طبعا بيّنت حكمة الجوع وفوائد الجوع من أجل يعني ما يفعله بعض الناس يعني ينظر إلى الجوع بأنه هو أمر يعني أمر مضر أو أمر قبيح أو أمر مثلا ثقيل فالجوع هو نعمة جوعه جوعه لعل لعلك ترى الله عز وجل يعني هل تريد أعظم من هذه الفائدة أيضا حتى لو تكلمنا نحن كنظرة مادية الجوع له فوائد عظيمة لبدن الإنسان يسمونه الاستشفاء بالجوع نعم الآن هناك نظام صحي هو الاستشفاء بالجوع صوموا تصحوا هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن نغير نحن نظراتنا إلى الجوع وإلى الطعام وكثرة الطعام وكثرة الشراب وكثرة شرب الماء فهذه المسألة وجدتها في النصوص الشرعية كثيرا وهي أنه الجوع نعمة الجوع هو مصحة فلماذا تخسر هذه النعم يعني لو أردت الدنيا فالجوع أيضا له فوائد دنيوية ولو أردت الآخرة ولو أردت الروح والفوائد الروحية فهو أيضا جنة الصوم هو جنة وجنة جنة من النار وجنة وجنة أيضا والصوم هو جنة جنة الروح وجرب جرب أخي العزيز جرب أن تجوع جرب أن تصوم وخصوصا أن تصوم في أيام الحر في أيام فستشعر بحلاوة معنوية وبلذة روحية لن تستبدلها لو أعطوك القمر الشمس بيمينك والقمر بيصار عندما جوع الإنسان يشعر بحالة روحية بانتعاش روحي تحرر بنعشة روحية نعم يشعر برعشة برعشة روحية لا يشعر بها لو قام بأي عمل حتى لو قام بعبادات أخرى نعم فالجوع نعمة عظيمة جدا لنغير نظرتنا بالجوع السؤال يقول السلام عليكم سمعت أنه عند خروج الإمام عجل الله فرجه يأتي بمصحف من نفس القرآن الذي عندنا لكن يختلف في ترتيب الآيات والسور هل هذا صحيح؟ هذا رأي أن هناك ترتيب في القرآن ترتيب الآيات أو ترتيب الصور هناك ترتيب يختلف عن الترتيب المشهور يعني الآيات هي الآيات لكن يختلف التأخير والتقديم نعم والتقديم نعم أو يقول مثلا أن آية التطهير إنما يريد الله ليضيب عنكم الرساء أهل البيت ويطهركم تطهيرا أنه لم ليس محلها بين هذه الآيات التي جاءت في الحديث عن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كل حال هذا لا يقدم ولا يؤخر كثيرا عندما يظهر الإمام عليه الصلاة والسلام على كل حال يعني هو سيبين إن شاء الله هذه الحقائق وأيضا عند ظهور الإمام ستنكشف الحقائق سيتعلم الناس لأنه يملأها قصة وعدلة ويملأها نورا ومعرفة ومعرفة نعم بحيث أن الناس ستتعلم 72 حرف من حروف النور من 73 حرف نعم صور كم سيكون يعني حجم المعرفة والكشف عن الحقائق فبالتالي الإمام إن شاء الله عندما يظهر عليه الصلاة والسلام وروحي لطلاب مقدم الفداء هو إن شاء الله سيبين أن هذه الأمور السؤال يقول من الجزائر قرأت حديثا للنبي صلى الله عليه وآله في البحار فقهاء آخر الزمان شروا فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة ولهم تعود هل هذا الحديث صحيح؟ من حيث المضمون هناك الكثير من الأحاديث التي تحذر من فقهاء السوء من فقهاء السلطان من فقهاء الدنيا في عنوين كثيرة جدا يعني هذه العنوين لا شك أنها تؤكد أنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى القرآن الكريم حذر من إبليس وإبليس كان عالما نعم وحذر أيضا من بلعم بن بعورة الذي على كل حال حصل قصته معروفة في القرآن حذر أيضا من الرهبان ومن الأحبار الذين أيضا ينحرفون عن الدين هذا المضمون ثابت ولكن أيضا في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم أيضا مدح بعلماء علماء نعبر عنهم نحن العلماء الأبرار الأمناء الأمناء على الحلال والحرام فهذا موجود وهذا موجود هناك الآن من يريد أن يصور للناس بأن كل العلماء انحرفوا وهذا خطأ التعميم كل الفقهاء سيقتلهم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يضر وهذا هو الخطير وهذا هو الذي هو افتراء على الإسلام افتراء على القرآن افتراء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أيضا عندنا في الروايات أن من بين الثلاثمائة وثلاثة عشر هناك علماء هناك فقهاء فهناك نعم عندما يظهر الإمام أو آخر الزمان هناك فقهاء سوق علماء السلطان الذين الآن يفطون بقتل الشعب اليمني ويبررون للسلطان بقتل الشعب اليمني أو يفطون بالتطبيع مع الكيان الصهيوني أو علماء الدنيا وهناك أيضا علماء أحرار أشراف كسماحة الإمام الخامنئي سماحة السيد السستاني والكثير أنا الآن أراهم علماء من أهل الزهدي ومن أهل التقوى والورع والوعي والبصيرة والذين يقفون مع المظلومين ومع المحرومين ويقفون في وجه المستكبرين هؤلاء هم سيكونوا جنودا مع الإمام في آخر الزمان إن شاء الله السيد أبو محمد جواد من العراق أخي أبو محمد سلام عليكم وتقبل الله أعمالكم وتفضلوا وأن يدفع الشبهات التي هجمت على شبابنا وجوما شرسا فالشباب في هذا الزمان تتعرض إلى شبهات كثيرة فيا حب ذا أن يتاح للعلماء أمثال سماحة الشيخ أسد حفظه الله أن يبين للناس وأن يوضح لهم الحقائق يعني الآن هذا البرنامج 40 دقيقة 45 دقيقة وحتى وقته غير مناسب صراحة أنا أتكلم بكل صراحة لأن وقته قبيل الغروب وهذا وقت يعني أغلب الناس مشغولين فالرجاء الرجاء وهذه أكررها للمرة الثالثة الرجاء أن يتاح الوقت المناسب للعلماء أن يكشفوا الحقائق ويجيبوا على الشبهات لأن الإعلام جدا خطير وسلاح ذو حدين الآن مستخدم الإعلام في الاتجاه السلبي وتدمير الشباب وثقافتهم نحن كمسلمين كشيعة كموالي الأهل البيت متى نأخذ دورنا في الإعلام ونؤدي رسالتنا الحقيقية لحفظ أمة خناح حفظكم الله وتقبل الله أعمالكم شكرا أبو محمد إن شاء الله يصل تصل هذه الصرخة وهذا النداء إن شاء الله إلى المعنيين جزاكم الله عن خير الجزاء أيضا وأيضا سبح الشيخ لديك تعاليق لأخ أبو محمد فضل الآن على كل حال رسالة تصل إلى المعنيين على كل حال يعني إن شاء الله تجد الأذانة صاغية إن شاء الله تجدها صاغية ولكن بالنسبة إلى تغيير الوقت أنا طبعا أنا أحب أن أقدم برنامج وأيضا وأنا جائع لأنه سبحان الله يعني عندما الإنسان يتكلم هو جائع فأيضا يشعر بروحية تختلف عن الله طبعا أنا أفضل أن يكون البرنامج في هذا الوقت حتى إن شاء الله أيضا نكون عندما نتكلم وأتكلم وأنا صائم لأنه أيضا الصلاة الصلاة عندما تصلي وأنت صائم تختلف وكذلك هذه البرامج هذه أيضا هي عبادة نحن نتقرب بها إلى الله عز وجل السائل من اليمن أنا إني الفتنية سمحت الشيخ الثقافة الجديدة عند المستمع والمشاهد أنه يدقق في الخبر يدقق في القصة يعني بدأت ثقافة الوعي وعدم الأخذ والتسليم لكل شيء وهذا أمر جميل فعلا من اليمن يقول قرأت حديثا ما زالت أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور ما دقة هذا الحديث وهل نعمل به هو كما أشار الأخ العزيز المتصر قبل قليل الآن الشباب بشكل عام أمام موجة كبيرة جدا من الأسئلة وأيضا في نفس الوقت كما ذكرتم الشاب يملك الوعي يعني لا يقبل كل ما يقال له لا يقبل كل ما يسمعه لا ينبهر ويستسلم لأنه على كل حال يعني إذا الإنسان إذا أصغى إلى ناطق فما يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إذا أصغى إلى ناطق فقد عبده لا فإن كان ينطقوا عن الحق وعن الله فقد عبد الله وإن كان ينطق عن الشيطان الحمد لله هذه القواعد التوعوية صارت عند شبابنا وبالتالي لا يقبلون كل ما يقال هنا وهناك يسألون والسؤال مفتاح العلم كما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وكما يأمرنا القرآن الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا إن كنتم لا تعلمون عبد الإنسان أن يسأل السؤال مهم العلم التعلم فأنا أحييهم وأحيي وأنا أيضا أفتح صدري وقلبي وعقلي لكل متصل لكل سائل أثناء البرنامج بعد البرنامج أيضا رقمي موجود دائما أنا أؤكد أن يكون رقمي خاص موجود في كل البرامج حتى أيضا نفتح مجال للسؤال من دون حياء لا حياء في الدين هذا معنى لا حياء في الدين اسأل لا تستحي اسأل عن كل شيء عن التوحيد عن النبوة عن أي مسألة من المسائل وأما بالنسبة وأيضا أنا صدري مفتوح للسائل من أي المذاهب كان من أي طواقف كان أما بالنسبة لجواب الأخ العزيز من اليمن يعني بالنسبة للسؤال الحديث أنه ربط الخيرية بتعجيل الإفطار وتأخير السحور بتعجيل الإفطار أنا بالأمس ذكرت يعني شيئا من حول هذا الحديث والتعجيل نعم التعجيل مستحب ولكن ما معنى التعجيل التعجيل كما الآن يفسره للأسف يعني بعض المذاهب الإسلامية تفسره بطريقة خاطئة التعجيل لا أن يعني أن تعجل بالإفطار بمجرد مثلا أن يحصل الغروب أن تتناول طعام الإفطار لاحظوا يعني يعني كأنك أصلا أنت مستثق للصوم كأنك تريد أن تخرج من هذه الحالة الروحية العظيمة قبل هو أن تقدم الصلاة على الإفطار لماذا؟ يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بأن جاءك ضيفان عزيزان جاءك الإفطار وهو فرحة فرحة للصائم وجاءك أيضا ماذا جاءتك الصلاة والصلاة عمود الدين أيهما أفضل الصلاة أفضل وهي خير موضوع وهي على كل حال أساس الدين فعليك أن تقدم عندما يؤذن اذهب إلى الصلاة صلي لأقل صلي صلاة المغرب وبعدين بتفطر لأنه جاءك ضيفان تقدم أفضلهما أعزهما هذه واحدة ثانيا أخي العزيز أخي السني العزيز وحبيبي عندما أنت تقدم الصلاة على الإفطار فستصلي وما زلت صائما صحيح دخل الغروب انتهى وقت وقت الصوم شرعا ولكن ستصلي وأنت صائم جرب تصلي صلاة المغرب وأنت صائم أصلا عندما تصلي صلاة الظهر وأنت صائم ألا تشعر بهذه الرحشة الروحية التي لا تشعر بها عندما تصلي وأنت وأنت غير غير صائم هذه مهمة جدا هكذا يقول الإمام الصادق فتعجيل الإفطار لا يعني أن تفطر بمجرد أن تسمع الآذان تعجيل الإفطار يعني أن لا تؤخر الإفطار إلى الليل ساعة إلى عمق الليل وعمق العتمة طيب هذا الاتصال أيضا سلام عليكم أهلا السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم أخي العزيز اتفضلوا أخ عمار أنت معنا في العراق السلام عليكم الشيخ عمار الدراجي من العراق أهلا بكم شيخ العزيز عظم الله أجوركم والله يتقبل أعمالكم وأنا من المتابعين لهذا البرنامج الشيخ برنامج الذي به طروحات فقهية وجزاء الله خير جزاء المحسنين أنا عندي فد مسألة جناب الشيخ لماذا لماذا يختلف الفقهاء في رؤية الهلال سواء كان في العيد أو في رمضان وبالأحرى في أيام عاشورة ذكرى شهادة الإمام الحسين روح له الفداء يتفق الفقهاء على رؤية يوم عاشورة وكيف لا في أيام العيد وأيام الأضحى يصير محل خلاف أحب أن التوضيح جناب الشيخ شكرا لكم شيخنا العزيز بما تبقى من الدقائق سمحت الشيخ تفضل يعني الاختلاف في عاشورة أيضا موجود قد يختلف أيضا تحديد يوم عاشورة باختلاف المباني الشرعية وأما الاختلاف في هلال شهر رمضان أسبابه هو الاختلاف المباني فقيه يفهم من الرؤية يفهم منها أن الرؤية يمكن أن تكون حتى بالاستعانة بالأجهزة المقربة مثلا بالتلسكوب وفقيه يقول لا لابد أن تكون الرؤية بالعين العادية مثلا هذا اختلاف في فهم النصوص الشرعية فقيه أيضا يفهم هذان مبنيان أيضا فقيه يفهم بوحدة الأفق فقيه يفهم اختلاف الأفق يعني فقيه يقول بأنه حتى لو رأى لو رؤية الهلال مثلا في بلد غربي فهو كافي يكفي لثبوته في بلد شرقي مع اشتراك بعض الفقاء يقول نعم طبعا مع الاشتراك في الليل بعض الفقاء يقول لا يعني إذا رأيناه في المغرب هذا لا يعني أنه ثبت في المشرق طبعا العكس صحيح إذا رأيناه في المشرق سنراه في المغرب باب أولى طبيع فإذن اختلاف المباني هذا ما يسمى وحدة الأفق واختلاف الأفق عند الصنع وحدة المطالع واختلاف المطالع فاختلاف في المباني اختلاف في فهم النصوص الشرعية وعلى كل حال نسأل الله عز وجل يعني أن لا يتحول هذا الاختلاف إلى خلاف بين الناس إلى خلاف بين المؤمنين وكل يعمل بحسب تقليد مرجعه كل يعمل بحسب فتوى مذهبه من السنة من الشيعة مرجع فلان أو مرجع فلان فعلى وإن شاء الله ذمته بريئة أمام الله عز وجل نعم يعني أنا أتمنى أن نصل نحن يوم من الأيام أن يصل البحث العلمي إلى رأي موحد موحد وهو أن يكون الهلال وفق مبنى واحد حتى إن شاء الله وخصوصا في العيد شكرا لأن العيد له بعض اجتماعي أشكركم كثيرا سمحت شيخ أسد محمد قصير على هذه الأجوبة إن شاء الله نستكمل وإياكم غدا في حلقة جديدة كل الشكر لكم كل الشكر لفريق العمل أعزائنا مشاهدين هذا جمال بري يودعكم في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة